في ظل غياب الحركات الثقافية تراثية في لبنان أبت صالة إكزود الردوخ إلى هذا الواقع حيث أطلقت مشروعها الجديد في لبنان والعالم العربي بعنوان أر ترنتل شو يضم 150 لوحة فنية تراثية لعدد من الفنانات كالميا مكارم ليديا ليان شر الجيان دعد أبي صعب زينة سلوان ونيكول مزهر وحضره حشد كبير من الإعلاميين ضم مديرة الوكالة الوطنية للإعلام السيدة لورس ليمين صعب إضافة إلى حضور عدد من الفنانين والمثقفين والمهتمين بهذا النوع من الفن كما شرحت المسؤولة عن النشاط الأنسة كريستيان غستين أهداف استمرارية إكزود وهو الحفاظ على الحركات الثقافية التي بدت وكأنها تنقرد لما يشوب الوطن من حركات سياسية وأمنية أبعدت الكثيرين عن أجواء الفن والتراف يستمر المعرض لغاية 23 كنون الثاني من الساعة الحادية عشر صباحاً ولغاية السادسة مساءً ونهار السبت من الثالثة حتى السادسة مساءً